في دول العالم الثالث يسن الدستور لبناء منظومة قانونية تسيير عليها الدولة كلها قضائية وتشريعية وتنفيذية بمواد يمنع تجاوزها أو لانعطاف عليها أما في الديمقراطية التي أتت بها أمريكا إلى العراق ومن ثم رعتها إيران فالأمر مختلف يلوا عنق القوانين وتعصر النصوص الدستورية وفق ما تشتهي الأحزاب النافذة وعلى حساب من؟ الجميع حتى لو كانت دماء العراقيين وتضحياتهم المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر يصرخ المتظاهرون بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب والأخيرة في واد آخر تماما تتفق وتنصب وتتفاوض بعيدا عن لحن الشعب فعليا دخل العراق في الفراغ الدستوري وهو خلو إحدى السلطات الثلاثة وانتهاء المهلة المحددة لشغلها ما يعني الاتجاه للحلول السياسية بعيدا عن الدستور والأخير بحد ذاته كان محط جدل كبير في العراق فقد أقر بعهد الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الأمريكي بول برايمار باستفتاء تحوم حوله الشبهات مواد فضفاضة وأخرى غامضة تتيح للقوى السياسية التلاعب بها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها الدستور فقد رصد حقوقيون أكثر من 86 خرقا واضحا لمواده لسيما في الفترات التي تعقب كل انتخابات عند تقاسم شركاء العملية السياسية مناصب الدولة فكيف تطالب الأحزاب باحترام الدستور وهي من يلقي به عرض الحائط كلما جد طارئ هدد المصالح والمكاسب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالك وميليشيا بدر وكتلة عطاء التي يرأسها فالح الفياض يتبعهم تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر وغيرهم ممن يوصفون بمحور إيران قدموا مرشحهم لرئاسة الحكومة قصيس هيل الأمر الذي وجد صداه في الساحات أكثر من أروقة السياسة فقال المتظاهرون قولتهم بالعزم الأول نفسه تدور عجلة الثورة لتسحق تحتها آمال أحزاب السلطة وتدق ناقوس الخطر في طهران ليؤكد أن نفوذها في العراق زال بسواعد الشباب أو يوشك بعد أن تعرت كل جرائمها وخطاياها بحق الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر